السلام عليكم ورحمة الله ازايكو حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية سنية كباب حلة تحفة عملت شوية لحمة بصلة تستايل بقوكو حبيبي قلبي كنا صايمين بقى وقلنا نعمل بقى لقمة ترمى عدمنا وتسند قلبنا حبيبي قلبي كل سنة وانتو طيبين يعود عليكم وعلينا وعلى امة المسلمين بخير وزاي ما انتو شايفينها على فكر انا بحب اللحمة بتبقى بشدة انا بتعيد زمان مش بتعيد الوقت الدايبة دوب لأ حبيبي قلبي يلا بنا نشوفها نعملها ازاي لايك وشاركي نبدأ كلامنا بالصالة عن نبيه ونسمى باسم الرحمن معايا كيلو من اللحمة قطعته قطعة صغيرة زي ما انتو شايفين كده حبيبي قلبي الكلو اللحمة بتحط عليه كيلو بصل هتعمل لي نص كيلو لحمة هتحط عليه نص كيلو بصل البصل يبقى كتير يا ويدة لأ احنا كده متعودين والبصل ما بيبقى نشي بيدوب معاها حبيبي قلبي انا مقطعه جوانح زي ما انتو شايفين كيلو بصل على كيلو لحمة حبي الطماطم مقطعه مكعبات ارنين فلفل رومي مقطعه البهارات بتاعتنا بابريكا فلفل اسود بهارات لحمة روزماري كوزبراناشفة زردة قرفة ملح طم بودرة كل حاجة معلقة كده تكون صغيرة والملح ما تكترهوش معلقة صغيرة برضو وزردة قرفة بسيطة جدا ما تخافوش مش هتبان طعمها بس بتدي طعم حلو جدا كل التوابل دي حكتتها على البصل الخطوة دي لازم اعملها تبلت البصلة بالتوابل بتاعتنا وهركيها على جامل نحضر بقى طوصة صنية حلا ايه اللي عندي هنزل فيها بمعلقتين من السمنة جبار هخلي السمنة تقدح او تسخن جدا وهنزل باللحمة بالشكل ده هبعيتها عن بعض كده حبيب قلب علشان عايزها تاخد صدمة علشان ما تنزلش المية بتاعتها مش هقلبها الا ما لقيها اللون هغير من تحت واتشوحت معي من تحت هقلب فيها علشان كلها تتشوح معينا اول ما لقيها اتشوحت وخديت اللون اللي انا عايزها هكون محضرة البصلة اللي احنا تبناها في الاول هنزل بيها عليها على اللحمة حاجة سأله بسيطة ولا لا كل سنة وانتوا طيبين ما بنعملش الصعب يا حبيب قلب هتقلبي فيها حلوة جدا لغاية ما البصلة تتبل معك دبلت معك هنكون محضرين الطمط ماية اللي احنا مقطعينها مكعبات وارنين الفلفر الرومي عايزة تحطي بدل الفلفر الرومي حامي براحتك في الوقت دوت خلاص انا اللي بتاكزة مرة حبيب قلبي هحطي عليها معلقة سياسوس ومعلقة دبس الرومان بيخلوا الطعم يتحفق بيودوا الصينية حتة تانية خالص مش بقول كلام انا ما كنتش على فكرة بستعملهم الاول بس من الساعة ما استعملتهم حتى في الفرق بصراحة الطعم بيبقى خطير في الوقت ده رحت منزلة بكبتين مية اللي بتاكتها تقلبة وهغطي عليها هغطي عليها هغطي عليها عين البتجاز عشان اللحمة تستقوي خلوا بالكم اللحمة مية خلاص ابص كده عليها اشوف اللحمة استاوت معي ولا لا وبص السوس ده بناكل في اكل حابة رزي بقى جنبه طحفة شفت اللحمة لقيتها لسه ما استاوتش سبتها شوية بس ما غطتش عليها علشان السوس اللي فيها ده يهدى شوية او يقل شوية خلاص لقيتها استاوت حطيت عليها معلقة فلفل اسود وحطيت ملحة بقلبي بس ما هتصورتش اللقطة دي في الوقت ده عينها احطها تحت الشوية تحت الايه الشوية وخرجت بالمنظر ده مفيش ما خادتش خمس دقايق تحت الشوية وتلعد تحفة تحفة مش بقول كلام واكسم بالله طعمها حلو جدا حبايب قلبي غرفتها بقى وعملنا جنبها شوية روز بيض هتعمليه بشعرية براحتك حبايب قلبي اتمنى حبايب قلبي اللي تفرج على الفيديو ما ينسانيش لايك وشير كتير واللي مش مترك يشترك اسبكم في رعاية الله موسيقى